كيف يمكن لنا أن نعد دعاة ووعاة قادرين على السير بالأمة نحو وحدتها ونعضتها؟ هذا مطلب عظيم كما تعلم وأحسنتم في السؤال عنه وهو تبع لما حررناه قبل قليل من قضية العلماء وولاة الأمر والعلاقة التي تكون بينهما ومن نظر إلى الساحة بعين إنصاف وجد أن هؤلاء اليوم في الساحة قليل ويوجد بعض الكبار في العالم الإسلامي كله يعني متفرقين من خلال متابعتهم فيما يكتبون أو يحررون أو يفتون يغلب على الظن أنهم متجردون فهم لا يقولون ما يمليه السلطان ولا يقولون ما تمليه الأحزاب السياسية أو الجماعات أو المصالح الخاصة وهؤلاء وإن كانوا قليلا لكن لو قدر الحفاظ عليهم وطلب منهم تأسيس جامعات ومعاهد ومراكز علمية تنشي أمثالهم ممن يكون متجرددا لله جل وعلا فكما نفر بالجامعات والمراكز العلمية من الأحزاب والدعوات المتطرفة نفر بها عما يمليه السلطان وإن كان إملاء السلطان قد يكون يختلف من سلطان إلى سلطان غيره لكن على الأقل حتى تنشأ في الأمة أمة تكون الأمة أمة وسطة كما أراد الله لا بد أن تفقه فقر اختلاف وأنه لا يمكن لأحد اليوم أن يقول في مسألة مختلف فيها من قبل أن قوله سيرفع الاختلاف في الأمة هذا محاك فإذا الأمة اختلفت من قديم الدهر على حديث بعينه هل هو الصحيحون أو غير الصحيح سيبقى هذا الاختلاف إلى آخر الدهر سيأتي مناصرون لمن يرون صحته وسيأتي مناصرون لمن لا يرون صحته وكذلك في أي مسألة يغرب على الظن الحلال والحرام ولذلك يعني بعض الفضلاء يقول يحتج بالآية يعني فردوه إلى الله والرسول وهذا حق والرد إلى الله رد إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته لكن فرق ما بين المسألة التي فيها نص والمسألة التي تعتمد على فهم فالعالم الذي قال بخلاف قولك هو كذلك رد المسألة إلى كتاب الله وسنة نبيه وهذا الذي تبين له منها فهو لم يخالف قولك اختلاف الاستنباط فالقدر على فهم مراد الله جل وعلا من الآية فلا يحق لك أن تعرج عليه أو أن تعنفه وأن تتهمه بما ليس به فلا يجز له هو أن يتهمك بالتطرف والتشدد ولا يجز لك أن تتهمه بالتساءل وتمييع وتضيع الدين وهذا أمر يعني ينبغي مراعاته المقصود إن شاء جامعات ومعاهد ومراكز يقوم عليها أخيار متجردون لله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة سينشر أمة وسطية معتبئة